سأنقلكم إلى ملحمة أسطورية إنها ملحمة أصاية والعباءة السيستانية ملحمة أسطورية ملحمة الأكاذيب والدجل والضحك على ذقون الشيعة استفروا علي لا تستعجلوا علي ستشاهدون الحقائق بأم أعينكم سأبدأ من أحد خطباء الخليج عيسى آل حبارة رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عيسى آل حبارة عن ملابس السيستاني وكيف أن الصاية الصاية يعني القباء الصاية كلمة ما هي بعربية الأصل لكننا إذا أردنا أن نأتي بالكلمة العربية التي تكون في موضع كلمة الصاية القباء القباء هو الصاية لباسه رجال الدين وقال البشت البشت يعني العباءة الصاية والبشت والإعمامة بحسب عيسى آل حبارة فملابس السيستاني هذه منذ أيام الخوئي الخوئي متى توفي؟ توفي سنة 1992 واثنين وتسعين ميلادي في الشهر الثامن في الشهر الثامن سنة ألف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي توفي الخوئي فعيسى آل حبارة يقول صاية السيستاني وعباءة السيستاني وعمامة السيستاني من أيام الخوئي والرجل فقط يغسل ملابسه ويلبسه نفسه ما أدري من يغسل يضل عريان أو شلون بأي طريقة مثلا أعرضوا لنا عيسى آل حبارة الثيابة الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة إلى الآن هي ما غيرها بس يغسلها بس يلا من مات السيد الخوئي عليه الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة ما يغير هذا شيء يملك في الدنيا ترى ما يملك شيء دولة الذي فاهمين الدنيا فاهم صحيح من عيسى آل حبارة إلى سعد المدرس أيضا يحدثنا عن أن عمره الصاية هو لم يأتي باسم السيستاني لكن قضية صاحة السيستاني صارت ملحمة أعظم من ملحمة قلقامش أعرضوا لنا فيديو سعد المدرس أقول لك ترى رجل الدين والحمد لله اليوم علماءنا في الغالب الأغلب ترى على درجة عالية من الزهد بدليل شو بيته تلقى إيجار بعض علماءنا معروف عن هذه الصاية اللابسها عمرها 30 سن مع أنه عند الأموال وترى أموال ضخمة أحيانا هو يتحدث عن السيستاني لأن هذه الملحمة هي ملحمة السيستاني محمد أحسين الصغير قطعا هذا جيوبه ملأ ملأ من جاور السعيدة يسعد هذا في جملة الحبربش السيستاني محمد أحسين الصغير وعلى قناة أي أن أن الفضائية يحدث هنا عن ملابس السيستاني التي صارت ملحمة أسطورية عظيمة يعني رجل أنا مطلع على الحوال رجل زاهد في الحياة أكاد أقسم أنه في ملبسه الذي يرتديه قبل المرجعية إلى اليوم ما غير قطعاً هذا الذي تحدث به عيسى آل إحبارة وسعد المدرس وكذلك محمد أحسين الصغير هو أصداء لعملية تبليغ سيستانية على المستوى الشخصي السيستاني هو الذي يبلغ عن هذا الموضوع بنفسه مع أنه صاموط لا موت لا يتكلم لكن في هذه القضية في عملية التبليغ لصايته وعباءته وعمامته كي يصنع للشيعة ملحمة أسطورية سيستانية نبدأ من زمان الحسناوي وهو يحدثنا على المنبر عن هذه أصاية السيستانية العجيبة الأنتيكة رجاء اعرضوا لنا فيديو زمان الحسناوي إخواني هل تعلمون هذا مو بحثي بس قلت اللي أردنك الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله وأول مرة أتكلم بهذا الكلام إخواني تعلمون هذا باب الفاتيكان باب الفاتيكان يعيش بشنو تعلمون شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته تدرون بس الثوب اللابسة يفروا من دولة دولة كل دولة كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني وذيك الدولة بحجر كريم الفلاني يأخذوا طائرة خاصة ملابسة أنا ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليها وأنت مرجع النجف ينقل لي أحد العلماء راح زاره وهذا العالم ينقل لي يقول لي يا شيخ لما أتخلث على السيد قال لي يا سيد فلان هسا أنا اسمه عرف يريده بعد المنبر أنطي يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة ايش يقول له وحق جدتي فاطمة من ثلاثين سنة هاي الصايا أنا ما مبدلها أكواحد بيكم يتحمل ثوب ثلاثين سنة أكثر من هذا أنا شون بعد أواس الناس يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة يقول دمعة جرت قلب كسر قال وحق جدتي فاطمة من ثلاثين سنة أنا بهاي الصايا ما مبدلها ثلاثين سنة أنا يلابس أكثر من هذا بعد شون أواس سنكون واقعيين لكن هي أمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان مو مثل ما يصور البعض والبعض بالتلفزيون يحشون حتي الله لا يرضى عليهم وفجاه محمد وقال محمد البعض يحشون حتي مؤلم على الفضايات كله كذب احنا ندري بي كذب بشي تسوي ندري بي كذب أمكانياتها محدودة وهي تقدر والله يا زمان أنت الذي أنت الذي تكذب لأنك تعرف الحقيقة جيدا أولا أنت نجفي وتعرف ماذا يجري في دهاليز النجف وثانيا أنت مومن مومن نجفي مومن يعني معمم أنت الذي تكذب أنت تعرف الحقيقة وتتحدث بها في مجالسك الخاصة لكن هذا لأجل التكسب والترزق بحسب زمان الحسناوي الصايا عمرها ثلاثين سنة الزين هذا الفيديو رفع على اليوتيوب 24 سبعة 2013 طبعا تأريخ المجلس موجود 14 شهر رمضان 1434 تواريخ موجودة عندي إذا أردنا إذا أردنا أن نحسب من تأريخ الرفع على اليوتيوب 24 سبعة 2013 إذا أردنا أن نعود إلى الوراء إلى ثلاثين سنة يعني 1983 يعني يعني صاية السستاني هذه تعود إلى 1983 بالنسبة العيسى آل حبارة وبالنسبة لمحمد حسين الصغير تحدثا عن أن ملابس السستاني هي ما قبل المرجعية لكن هل يعقل أنها تعود إلى سنة 1983 ومرجعية السستاني بدأت بداياتها ما بين 92 و93 فهل يعقل أن ملابسه تعود إلى سنة 1983 أم هذه أكاذيب والكذاب ينسى أنا لا أكذب زمان الحسناوي ولا أكذب عيسى آل حبارة أكذب أسستاني أسستاني في كل مرة يذكر رقما وبغض النظر عن هذه الأرقام لأن الكذاب ينسى أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المبلغ السستاني الإعلامي الأول عنده رشيد الحسيني يتحدث يتحدث عن صاية السستاني التي عمرها 25 سنة وعن عباءة السستاني التي عمرها 30 سنة رجاء ومن ومن رشيد الحسيني إلى محمد أمين شبر يقول من أن السستاني قال له من أن عمر عباءته 20 سنة وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباءة التي على كتفي هي من أرد أنواع القماش وصار إلى 20 سنة على كتفي هذا الزهد ومن محمد أمين شبر إلى ياسين الموسوي حيث يحدثنا عن أن دجداشة السستاني مشققة وأن الصايا عمرها 20 سنة رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو شوف أنت شايف شون نعيش السستاني شون نعيش حياة صح تجي فلوس بس يأكل من هندر من دينا يعيش حياة الفقراء من 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 يقدر إيش هو وعائلته والزوار وعائل الناس بسبعين متر بيلت بالنجاف كبرى سبعين متر من سبعين متر صاريت المر قال صاري عشرين سنة لابس عشرين سنة لابس مو ابن يروح يشتوك لابو خط نسكيل ويقوم بيت الجام يأخذ لله والناس تعرف هذا أكل بش أكل أكل ما يأكل حيات حيات الفقراء من خلص خلص أم خلص ثلاث وقائم بمعيشة حل مئات الآلاف للناس في العراق سيد ياسين مو أنت تدري الشارع كل البيوت اللي موجودة بيه هي بيوته على الجانبين ومن داخل الشارع ومن خارج الشارع كل البيوت بالمنطقة هي بيوته هذا المكان الصغير اللي أنت تتحدث عنه هذا مبقينا مثل مسمار جحة هذا لذر الرمادي في العيون وأنت تعرف كل الزيان يا سيد ياسين اسوال في الأمامنا الحجم مو الشكل مو الشكل يا سيد ياسين هذا ضحك عن الذقون على أي حال أنت تعرف مسؤوليتك أنت الذي ستجيب على الأسئلة حينما نقف جميعا كي نسأل سام البدري هو الآخر يحدث هنا عن عباءة السيستاني وعمرها 16 سنة الظاهر بعدها أحديثة عمرها 16 سنة أحديثة يعني فتية بتعبيرنا الشعبي العراقي أحديثة يعني فتية كل هؤلاء من أخبرهم السيستاني بنفسه كلهم ينقلون عن السيستاني زمان الحسناوي ينقل عن شخصا عن السيستاني ويقسم لهم أقساما مغلضة لماذا؟ هل يكذبونه؟ أم أن القضية تحتاج إلى أقسام كي يصدقها المستمعون هذه ألعوبة أكذوبة شطنة أي زهد هذا؟ الرايح والراد لازموا يحلف لأيمان هذه الصاية عمرها 30 ذيكا عمرها 25 والأرقام مختلفة لنفترض أن الأرقام المختلفة بسبب اختلاف الزمان الذي تحدث فيه لكن لماذا يتحدث للجميع؟ فهل الزهد هو هكذا؟ ماذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف؟ قطعا السستاني لا اهتم كثيرا بنهج البلاغة بحسبه منهجه السند والرجال فنهج البلاغة ضعيف من هذه الجهة على أي حال الحكمة 28 الحكمة الثامنة والعشرون من الحكم القصيرة والأقوال المقتضبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف الأمير يقول أفضل الزهد إخفاء الزهد هذا هو الزهد الذي يريده علي وأهل علي صلوات الله وسلامه عليه أما هذا الذي يتزهد ويظهر زهده لكل من هب وداب فذلك الزهد على طريقة سفيان الثوري حكاية مفصلة لا أجد وقتا لأن أحدثكم عنها سفيان الثوري من مخالفي أهل البيت كان يظهر زهده للغادي والرائح للرائح والغادي للجميع فطريقة السيستاني على طريقة سفيان الثوري وليس على طريقة أمير المؤمنين الذي هو في جواره ولا يزوره أمير المؤمنين هكذا يقول الحكمة الثامنة والعشرون أفضل الزهد إخفاء الزهد أما إظهار الزهد لكل رائح وغادي ولكل غاد ورائح فتلك هي طريقة الحسن البصري وتلك هي طريقة سفيان الثوري ما هي بطريقة علي وآل علي طريقة علي وآل علي هكذا يقولون أفضل الزهد إخفاء الزهد فلماذا يظهر زهده لكل قادم يأتي إليه قطعاً ليس كل الذين أخبرهم السستاني لهم فيديوات على الإنترنت وربما كانت لهم فيديوات وما وصلنا إليها وربما توجد لهم فيديوات الآن ولكننا بحكم محدودية البحث ما استطعنا أن نصل إليهم قطعاً الذين لم تكن لهم فيديوات على الإنترنت وأخبرهم السستاني عن ملحمته الأسطورية في صايته وعباءته قطعاً العتد أكبر وماذا تنتفع الشيعة من صاية قديمة أو من عباءة قديمة في الوقت الذي تضخ فضائيات السستاني الفكر الناصبي والعقائد الناصبية ماذا تنتفع الشيعة من صايته الزهيدة الثمن ومن عباءته الرخيصة القديمة ماذا تنتفع الشيعة من هذا وهو ينصب الفاسدين رئيس وزراء بعد رئيس وزراء إنهم يأتون فاسداً بعد فاسد بدعم منه لو لم يكن حامياً لهم وكان يريد الصلاح والإصلاح باستطاعته أن يقدمهم إلى المحاكمات لكنه هو الذي يوفر لهم الحماية الكاملة يضحكون عليكم مثل ما يضحكون عليكم في بيان الانتخابات من أنهم يحترمون أصواتكم وأنتم شاهدتم قيادات إسلامية منتخبة لكتابة الدستور لا يحترمون أصواتها فكيف يحترمون أصواتكم أنتم مسخرة مهزلة ومضحكة يضحك عليكم هؤلاء وأعود أوجه سؤالي إلى السستاني وإلى المراجع الآخرين إلى متى تبقون تكذبون على الشيعة وتضحكون على الشيعة أنا لا تحدثوا عن شيعة أهل البيت إنه شيعتكم شيعة المراجع شيعة الطوسي هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياش وهو ضعيف أيضاً بحسب المنهج الرجالي والسندي لأسستان وأمثاله من مراجع النجف هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنه الجزء الثاني صفحة سعطعش الحديث ثلاثة وثلاثين عن العباس بن هلال الشامي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه العباس بن هلال الشامي يقول قلت للرضا جعلت في ذاك وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب الطعام الجشب الخشن وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع يتخشع يتظاهر بالخشوع هو ليس خاشعا وإنما يتكسر في مشيته وأنه أنينا في صوت مو من نجفي كربلاء كلاوشي مثل ذول أمامنا الشرازية والسستانية اللي من يتحدثون يلون رقابهم ويقوم ينوص من يعجي يقوم يوين وين أنا هالهتلية من هالسيبندية جعلت في ذاك وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع فالإمام الرضا ماذا قال له أما علمت أن يوسف ابن يعقوب نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الدباج 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 نوع من الأنواع الراقية من الأقمشة كان يلبس أقبية الدباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم ولم يحتج الناس إلى لباسه الناس لا يحتاجون إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه إلى عدله إلى حكمته وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فنحن لا نحتاج إلى صاية يمتد عمرها إلى ثلاثين سنة ولا نحتاج إلى عباءة يمتد عمرها إلى أربعين سنة نحن نحتاج إلى مرجع صادق لا يكذب علينا لا يضحك علينا لا يضحك على الشيعة هذا هو الذي تحتاجه الشيعة ولا وجود له فيما بين الشيعة ولذا لأجل تغطية أكاذيبهم يساندون الفاسدين ويستحمرون الشيعة فيصنعون منهم بهائمة يركبون على ظهورها هذا هو واقعكم يا مراجع النجف وحينما أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى وإلا فالبقية لا يختلفون عنه بأي شيء أنا ما عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني لو أن أي مرجع آخر في موضعه لكنت أتحدث عنه ومعه بهذه الطريقة المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة أساسا في المنهج لكنها تتحول إلى الأشخاص حينما يعرفون الحقيقة ويصرون على الباطل يعرفون الحق ويعرفون الهدى أين هو ويصرون على ضلالهم وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل لا أن يوصيها الناس بالالتزام بالدستور وهو أول من زوره وهو يعمل بخلافه وقد عرضت لكم الحقائق الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير من الجدل والنقاش هؤلاء شياطين أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يظهرون التزهد والزهد الكاذب أعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري إلى هذا التفسير الذي ينكره السيستاني والخوعي والبقية الباقية من مراجع النجف وكربلاء حديث طويل عن إمامنا السجاد كان بودي أن أقرأه عليكم لكنني لا أجد وقتا فهناك الكثير من المطالب في هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى مراجع النجف الحديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث السابع والعشرون صفحة أربعة وثلاثين أقرأ عليكم مما جاء فيه في صفحة خمسة وثلاثين الإمام السجاد يقول فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة كيف؟ بترك الدنيا للدنيا إنه يظهر التزهد كي يكون زعيماً كي يكون سلطاناً على الناس وبعد ذلك ينقل السلطان إلى ولده ويقوم بتسليط أولاده وأصهاره على الناس هذا ما يفعله مراجع النجف وكربلاء فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا لماذا؟ يرى أن لذة الرئاسة الباطلة الإمام يتحدث عن الرئاسة الدينية فالحديث من البداية إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويداً لا يغرنكم إلى آخر الكلام إلى أن يقول فنصب الدين فخاً له فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه ينصب الدين مصيدة فخاً فالحديث هنا عن الرئاسة الدينية الباطلة هذا الإدعاء الباطل من أن المراجع نواب لصاحب الزمان وهم لا يملكون دليلاً واحداً على أنهم نواب لصاحب الزمان فنصب الدين فخاً لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه إلى أن يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع لأي شيء طلباً للرئاسة حتى إذا قيل له اتق الله مثل ما أفعل الآن معهم أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهات حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن يعرفون الحقيقة يعرفون الحقيقة وأنا أقول لهم تعرفون الحقيقة بشكل كامل فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة صدقوني أنا على علم مراجع النجف يتابعون هذه الحلقة وأنا أقرأ هذه الكلمات يجدونها تنطبق عليهم تمام الانطباق أنا لا أحدثكم بحديث الدعاية والتهريج أخاطب الذين يتابعون برامجي ويعرفون دقة معلوماتي وصدق حديثي أخاطب هؤلاء فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة هذا هو حال مراجع النجف بالدقة الكاملة نذهب إلى فاصل رجاء نعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه سامي البدري وعما قال له السيستاني عن ملحمة أفصاية والعباءة الأسطورية في أول زيارة قال لي سيدنا أنا أنا لابس خادشية تقولون خادشية غالية لا أعلم فالسيد لابس عباء يعني في الهاتف يعني عباءة مخيزة قال لي سيدنا هاي عباءة جيس مع السنمان غير والله هاتف من روح الهاتف ما عيد أي شيء أخرى فيما بعد ما عيد ما عيد أواجه لعباءة جيس الجنة لعباءة جيس ما مخلي له واحد ما قايل له هو هذا الزهد الحقيقي لا أدري خطره في بالي طريفة تنقل عن أعرابي دخل إلى المسجد فأخذ يصلي فكان يحسن الصلاة يطيل الركوع والسجود وكانت قراءته جيدة مجموعة من الناس كانوا يجلسون وراءه فبدأوا يمدحون صلاته واحد يقول له الثاني خش يصلي هذا قراءته مضبوطة شوف ركوعه شلونه مرتب هو يسمعهم هو قام يطول أكثر بالركوع والسجود والجماعة مشغولين بمدحه إلى أن أكمل صلاته وصل للأخير سلم بعد ما سلم دار وجه عليهم قالهم وآنا اليوم هم صايم حادثة الأعراب هذه هي أقل بكثيرا من حادثتي وملحمتي صايت وعباءة أسستاني ما أخلي له واحد ما قال لي خوز زهد هذا زهد مرتب من الدرجة الأولى هذا زهد خمس نجوم مركز